إلى تونس حيث قالت حركة النهضة إنها لا تفضل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لكن ذلك لا يشكل في الوقت نفسه مصدر قلق وتابع أن النهضة تستطيع أن تشارك في الحكومة منفردة لكنها مصر على توسيع المشاركة السياسية وتجنب فكرة الإقصاء حزب النهضة يخلق أزمة سياسية داخل البرلمان التونسي بانسحابه من الحكومة على خلفية إصراره إشراك حزب قلب تونس بالتشكيلة المقترحة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ الذي قوبل بالرفض إصرار النهضة وتقربها من قلب تونس الحزب الثاني في البرلمان التونسي والذي يتزعمه رجل الأعمال نبيل القروي الذي نافس الرئيس قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية الأخيرة يضع النهضة تحت مجهر الانتقادات السياسية والشعبية خاصة أن تبعات قرارها من المتوقع أن تأخذ البلاد التونسية إلى فراغ سياسي وجولة انتخابات برلمانية إضافية على الرغم من انسحاب النهضة من الحكومات التونسية طرح الفخفاخ تشكيل حكومته أمام الرأي العام وأعلن تمديد المشاورات إلى حين انتهاء فترة التشكيل بحسب الدستور هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التماع في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا حكومة الفخفاخ تحتاج إلى ثقة 190 نواب من أصل 217 مقعدا وهو أمر يراه البعض بالمستحيل غدا تانسحاب حزب النهضة الحزب الأكبر في البرلمان وكان حزب النهضة قد رشح الحبيب الجملي رئيسا للوزراء في نوفمبر 22 الماضي لكن تشكيلة الحكومة التي اقترحها لم تحصل على دعم البرلمان حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل سعيد لعفاسي سعيد أهلا بك إذن في تونس حركة النهضة ترفض دعم حكومة الياس الفخفاخ لماذا ترفض دعم هذه الحكومة؟ أولا هو الإعلان عن الفخفاخ رئيس الحكومة في اعتقاد الدارسين ومتبعين للحقل السياسي التونسي كان خطأا استراتيجيا فتانيا أننا عندما رفضوا الجملي جاء الدور لكي تقول النهضة لا لأي رئيس يعلن عنه من طرف الرئاسة التونسية ثم لا نسى كذلك بأن وهذا الذي يجب أن نعرفه كذلك هو أن تونس الآن تونس الجديدة عندها استراتيجية بعيدة جدا وحزب النهضة يريد أن يعيد تونس لما يسمى بين قوسين بالحركة الإسلامية والمد التركي الإيراني فالتونس الحديث تخاف من هذا المد الحكومي إذا تولت رئاسة الحكومة من طرف النهضة وقلب تونس والكرامة والحزب اللي جاب 17 الصوت أعتقد هذه الأربعة الأحزاب يكونون 128 من أصل 217 فعندها أغلبية في المعارضة الفخاخ الآن هو موجود في منطقة حرجة جدا لن يستطيع تشكيل حكومة بدون الاتلاف الأربعة ثانيا 98 صوت غير كافي هو في حاجة إلى 109 و109 لن يحصل عليها أبدا وربما أعتقد بأن تونس سائرة في طريق الانتخابات الثانية للانتخابات البرلمانية الأسباب التي تقول عنها حركة النهضة بأنها لا تريد إقصاء بعض الأحزاب وتريد إشراك الجميع في هذه الحكومة هل برأيك مجرد تصريحات الإعلام أم أن هذا السبب الحقيقي وتريد وتصر على إشراك قلب تونس طبعا أولا النهضة وقلب تونس عندهم استراتيجية واحدة أو على الأقل متقاربة ثانيا النهضة تصر على دخول قلب تونس لاقتصام حقائب معينة وهي في رؤوس حركة النهضة وقلب تونس وما يريدون الخارجية يريدون الداخلية يريدون التعليم ويريدون السياحة ويريدون الصحة أعتقد هذا العدل أعتقد هذه الوزارات الحساسة في تونس قلب تونس ولا حركة النهضة تريد أن تكون لها سيادة كبرى داخل هذه الحكومة وإلا لن تكون في أي حكومة قادمة أهم أن نتوقع أن يفلح الرئيس الوزراء المكلف خلال هذه الأيام المتبقية أم هي مضيعة للوقت بعد انسحاب حركة النهضة؟ وأعتقد الفخاخ لن يستطيع تشكيل الحكومة حتى وإن شكلها لن يمر أي تصريح حكومي أو أي إعلان حكومي لا تقرير أدبي ولا تقرير مالي لن يجد من يصوت عليه لأن عندهم حركة النهضة عند 128 صوت من أصل 217 فصعب عليه أن يمرر من الأحسن أن يحط الحقبة وتدخل تونس إلى وبذلك تستمر الأزمة السياسية في تونس تستمر الأزمة السياسية ولن تحل إلا بالرجوع إلى ما يسمى بالتكافؤات أو التفاهمات حول بعض الوزارات السيادية الهامة في تونس الزميل سعيد العفاس شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات والإضافات